المجلس الأعلى للمرأة المجلس الأعلى للمرأة المشاركة في عضوية هيئات الرقابة الشرعية في البنوك الإسلامية وتوضيح وتحديد الفرص والمبادرات التي ستساعد في تعزيز تمثيلي ومشاركة المرأة في هيئات الرقابة الشرعية بالبنوك الإسلامية وقد أوصل مشاركون بزيادة الوعي بين أفراد المجتمع من خلال الحملات الإعلامية وحتى على مستويات المدارس بأن المرأة قادرة على القيام بأغلب المهام ويتبنى الرؤساء التنفيذيون للمصارف الإسلامية المرأة عن طريق وضع برامج تطوير المتدربات ووضع سياسات مناسبة لذلك حضور قوي لكنه يأتي على استحياء هكذا تصف الإحصائيات الرسمية وجود المرأة البحرينية في القطاع المالي والمصرفي خصوصا في المناصب القيادية ومن هذا المنطلق نظم المجلس الأعلى للمرأة طاولة مستديرة مع عدد من ممثلي القطاع المالي والمصرفي والقيادات النسائية في البحرين بهدف التشاور والتنسيق مع أصحاب الاختصاص حول كيفية دعم وجود المرأة في هذا المجال كجمعيات المصرفيين ارتقلنا مع انطلاقة المرأة في القطاع المصرفي أنه شفنا هنا في نوع الفراق في أنه ما فيه نساء في الشريعة بورد فقررنا أن نحط كل التساؤلات هذه ويبنى من كل القطاعات المعنية عشان اليوم نطلع بنتيجة تأتي هذه المائدة المستديرة بعد إعلان صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة ملك مملكة البحرين المفدة رئيسة المجلس الأعلى للمرأة تخصيص يوم المرأة البحرينية للعام 2015 للاحتفاء بالمرأة في القطاع المالي والمصرفي لإبراز حضورها في هذا القطاع المهم منذ حوالي 50 عاما المصرف المركز طبعا داعم لهذا التوجه ومشاركين مع المجلس الأعلى للمرأة فإن شاء الله نأمل أن تكون هناك توصيات قابلة للتنفيذ وأيضا المرأة هي طبعا عنصر بشري مهم مع الرجل المجتمع لا يمكن أن يتطور إلا بالمشاركة الفعالة من الجانبين ولكون المجلس الأعلى للمرأة الداعم الأول للمرأة البحرينية في كافة المجالات فإنه يؤكد اليوم ضرورة دعم القطاع المالي والمصرفي لمواصلة حضور المرأة ومشاركتها في تنمية الاقتصاد الوطني واستقطاب الكفاءة النسائية الشابة وتشجيعها للدخول في هذا المجال سارة البدري لمركز الأخبار تلفزيون البحرين ترجمة نانسي قنقر